في السحراء الغربية هوم الف ينطلق ليش الجزائر ليش يضد المغرب الجزائر عندها مبادئ الجزائر مش ضد المغرب خالص انتو ليه فاكرين ان الجزائر ضد المغرب الجزائر عندها مبادئ انها تقسم ارض المغرب لكن مش ضد المغرب خالص ان احنا كيوت كيوت جدا يا جماعة في كوكب لالا ايه احنا عندنا مبادئ ايه يا المبادئ ان احنا نقسم اراضي المبلكة المغرب ايه انما احنا مش ضد المغرب ابدا ابسوليوتلي مستعيل شيء جميل جدا ده انتو ملسم مفيش اي حاجة يا رجل فاهمنا المنطق الغريب اللي انا بسمعه من كوكب لا لا ده فاهمنا يمكننا مش يعني يمكننا اللي مستغرب اتفاضل يا فندي ما ده ما يسمى التقرير المصير نحن انه في الجزائر يعتقدون وقد تاريخه يوتيبت ذلك بان التضامن او التحالف الفرنسي للمغربي هو تحالف تاريخي لانه نقدر نقول بان الدولة المغربية الموجودة حاليا هن هي صانعة فرنسا الله 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 ايه باشا اللي انت بتقوله ده ايه ده بقى قول لي يعني الدولة المغربية حاليا ان دي صانعة فرنسا تاريخيا من صنع اسم الجزائر ومكانها فرنسا اللي انت بتقوله ده باشا المغرب صانعة فرنسا ازاي طيب يعني مش ادرا فم انت اسمعت المغربة بيقوله الجملة دي وانت عارف انه ده في تاريخك فحاولت تجيبه في المغرب ها انا بقولك المغرب صنعت فرنسا احنا اللي صنعت فرنسا مغرب تاريخه قبل فرنسا المغرب موجود كدولة كبلد قبل فرنسا تخيل انت بتقول يا باشا يا جماعة حد يفتح التاريخ حد يفتح جوجل بلاش التاريخ افتح جوجل كده اكتب المملكة المغربية شوف التاريخ من زمان من امتى وشوف اكتب الجزائر هتلاقي دولة تأسست على يد الفرنسيين في جوجل فالي انت بتقوله ده المغرب ازاي وصنعت فرنسا عشان انا بس ايه الكلمة دي واجعتني في قلبي بصراحة فعايز افهمها انت اللي انت قلته الاول هطل والتاني هطل وانا الاستقلال المغربي جاء وفق اتفاقات معينة ولم يجي وقت الوقت الاستقلال المغربي جاء اصلا المغرب سهم في استقلالك يعني انت قاعد في الجزائر المغرب سهم في استقلالك فرنسا سهمت في تأسيس دولتك كل حاجة انت بتقولها موجودة فيك انت انت لبي تجيبها في المغرب انا ده اللي مش فهمه يا جماعة انا امر اشوف واحد مصمم يجيب كل حاجة في بلد تاني عنده هو في بلد تاني المغرب صنعت فرنسا ايه ده امر اسمعها دي ولا حد قال عليها في حياتنا يعني انا هسيبي الجوجل يقول لك اكتب كده عشان تعرف مين اللي عمل الجزائر واسس الجزائر فمش عارف بصراحة الناس دي جاب البجاح دي منين كوكب لالة ما هو بقى ستة وتلاتين خالص وبعدين حتى الاستقلال اساسا المغرب هو اللي ساهم في استقلال الجزائر عكس هالك قال لك لا اسلم اه اي كلام يعني واحد طالع يقول اي كلام بصوا كمان ده انا لو نعود الى الف وتسعمائة ووربعة وتسعين في مرحلة عصر يعني وقت الرئيس اللي من زروال الجانب المغربي فرض التأشير على الجزائر هما اللي بدأوا يعني السن وبالسن والعين وبالعين والبادي اظم هما اللي بدأوا يعني تفرض وتلزم على الرعاية المغاربة اللي يدخلوا الى الجزائر لازم تكون عندهم تأشيرة طيب خلال اوكي يا مغربة انتوا اللي بدأتوا انتوا بدأتوا انتوا اللي ضربتونا الاول انتوا اللي عملتوا فينا كده فاحنا كمان عملنا كده يعني كل حاجة بتتعامل بالمقابل يعني مثلا لو المغربة وتاريخيا اللي انت بتقول ده انا مبارتحلكش مبارتحش للناس دي تاريخيا ولكن ما علينا من ده هنفترض هنفترض نمشي وراء اللي انت بتقوله وراء الاسلوب اللي انت بتقوله والفكرة اللي انت بتقولها اذا النهاردة المغرب من حقه يساهم في تقسيم اراضي الجزائر ده انك انت عايز تقسيم اراضي المغرب المغرب النهاردة من حقه ياخد تراثك وتاريخك اللي هو ايه مش عائل ياخد تراثك وتاريخك يعني لو لقينا هندور كده في كوكب بالله نشوف لو فيه تراث او تاريخ والمغرب حقه يغدو وكل حاجة انت بتعملها بقى هنعملها يعني انا مش عارف بصراحة الناس دي جايبة العقلية دي منين احنا لنا الله في كوكب لالا والله كنت فعلنا جميعا في مواجهة هذا الشيء الغريب وهذه الكائنات الغريبة التي تخرجوا علينا من الفضاء لنا الله في كوكب لالا في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزاف زي ما قلتلكم هتلاقوا فيديو آسف هتلاقوا رابط في أبعمل منشن للقناة التانية اللي هنطلع عليها لايف لما تبس تتميلي كده والمغربة ينوروني هناك هنبدأ نطلع لايف عليها نناقش الفيديوهات الكوميديية اللي احنا بنعملها يعني هنا يمكن المناقشة ما بتاخدش وقت قوي فهناك هناخد مساحة اكبر نحنا نتنقش مع بعض ان شاء الله بس لما عدد كبير منكم ان شاء الله يشوفها ويشرفني هناك بشكركم مرة اخرى تحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزاف حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وكالعادة لانا لايف مين في كوكب لولا من خلال الافلام نروجه لكل ما هو جزائري الافلام الجزائرية نروجه لللباس جزائري للآكل الجزائري للثقافة الجزائرية نعاولوا عليهم بزاف راني هنا نمثل فن المطبخ الجزائري انه فن من الفنون واكيد عميدات الهوية الجزائرية بصي انا مبسود جدا ان كنت تروجي للفن الجزائري وللافلام الجزائرية وللباس الجزائري خد ايبالك لباس عندنا لباس في المغرب هو اللباس طبعا عندنا في مصر اللباس هو الكولوت ولكن مش مشكلة يعني أنا لو مغربي قال اللباس بعرف أنه اللبس عادي لكن أنت أو الجزائريين أو كوكب لالا ما يقول لباس معرفش ليه بتوصلي أن هي زي اللباس اللي عندنا في مصر الكولوت المهم يعني طيق أنا عايزك تروجي لكل الحاجات الجزائرية والله أنا مبسوط روجي للحاجات الجزائرية بس يا فندي ملكوش دعو بالحاجات بتاعت المغرب بجد أنا فخور دي خطوة ناجحة جدا أن حضرتك تروجي للحاجات الجزائرية بس أرجوكي الجزائرية يعني ما تقول لناشي القفطان الزليج الكسكس الطاجين ما تقول لن ملكيش دعو بحاجة المغرب خالص لو روجتي للحاجات الجزائرية أي نعم أنت مش تتلاقي حاجات تروجي لها غير ساكران طائع في الدروج وابوسوا ولا تمسوا وزحلق وانا نام جنبك بس مش مهم يعني روجي للحاجات دي أرجوكي فيه حاجات تانية عايزة تقوليها يا مدام واني لابسة بلوزة الجزائرية من الغرب الجزائري البلوزة أصلها جزائري وأكيد رح تروح للعالمية الجمالها والرونق تحتها أوكي برضو البلوزة الجزائرية ماشي أي حاجة عايزة تقوليها لا علاقة بالجزائر فانديم قوليها أرجوكي أنا مبسوط ابعدوا بس عن التفطان والزليج والجبادور والحاجات بتاعة المغرب ابعدوا عنها لو هتقولي كل حاجة بعد كده تكلمي عن الجزائر بس أنا مبسوط دي خطوة كبيرة جدا في حياتي أرجوكي ابتعدوا عن أكلات المغرب بعد إذنكم ابتعدوا عن المطبخ المغربي ابتعدوا بالمطبخ المغربي ما شاء الله عمل يفوز بالألقاب الحمد لله بسم الله ما شاء الله اللهم ملاطق واس فأرجوكي بقى خليكي بعيدة عن الحاجات المغربية بمناسبة عشان أنا بسمعنكم أحضركم بتقولوا الأكلات المغربية بتاعتكم كده في أكل جزائرية اكتشفتها جديدة أرجو أنكم يعني اتفرجوا عليها معي عليكم ورحمة الله ينديروا طلبية بتاع تاجين لمجمط لمجمط يعني لمجمط وسكران طايع في الدروش ولمشالوش وبصوا ولا تمسوا وزحلق وأنا نام جنبك والدنيا حار كل دي أكلات هناك الحمد لله أنا مبسوط أنا مبسوط جدا يا مدام خليكم بجد في الأكلات دي ابتعدوا عن الأكلات المغربية ويعني عارب أسعداء جدا كلنا أنا مبسوط بجد فيه أنا كنت بتفزح مبارح فأدغلت بيت الزواحف عايزة وريكم بيت الزواحف يا مروك آي الصحراء غربية وحش مع العراح والحوت هذا انت عماليه وفلفو الصاب انت عماليه واتحبنا العدالة حبنا ندير العدالة الدولية دير العدالة الدولية انت بتقول لي يا لمبي فيه ايه لا 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 عدال فيه ايه يا عم مالك فيه ايه أنا مبسوط لأنني بحيب دايما لما أروح جنمة الحيوانات جي زازو أدخل أتفرج على بيت الزواحف دايما يعني مبسوط لما بشوف بيت الزواحف فالأستاذ ده من بيت اهه ظهر بام من بيت الزواحف هنرجعه ان شاء الله الجنينة اي حد بس يقول لي لو شفتوا في الشارع لو شفتوا عجب تجري في الشارع بسرعة وعندها ديل قولولي على طوله أنا هجيب الرجل دال اللي بيطلع كل يوم يتكلم على المغرب ده أنا هجيب أمه ان شاء الله بس سيسيبوه لأنت أنا هرجعه لأنت الحيوانات تاني أنا الأحمر والنجمة الخضراء أنا أسد الأطلس أنا مالك الصحراء وسيدها أنا قلب الأسد هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج أنا من كسرت شوكة العثمانيين أنا تاريخ كبير أنا القوي العتيد أنا القريب والبعيد أنا الكرم والجود أنا الأحمر والنجمة الخضراء أنا المغرب